يعني في مقولة مشهورة يعني من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل بيحسن إليك متلطف معك بنعم أنت معافى في بدنك الحمد لله أمورك كويسة مدياً يعني أحوالك جيدة بصفة عامة وربنا محسن إليك يعني فليما لم تقبل؟ يعني ما تقبل على الله طيب فإن لم تقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان قد تبتلب مرض فإن صبرت وأقبلت فبها ونعمة فإن لم تصبر وتقبل هتبقى بعيد برضو طيب فرد بقى لده نافع ولا ده نافع يعني لملاطفات الإحسان نفع معاه يعني واحد ربنا عمل معاه بالحسنة مجاش سلاسل الامتحان وابتلاءات مجاش طيب ده يروح فين؟ لا ده يبدأ يقلق ده كده يخاف أنه يكون في الآية الخطيرة جداً المرعبة جداً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أنت تبدأ تخاف وتقلق على نفسك يعني أنا عايز أقول إيه إحسان أكبر من أن الله عز وجل أبقاك حياً حتى الآن ونحن في رمضان مش الحلقة دي هتسعى في رمضان؟ شو الله يعني لو يسمعها عايش حي في رمضان ده منتهى الإحسان يعني أنت كل دقيقة في رمضان يعني ملايين الحسنات والثواب اللي ممكن تكسبه وعطق من النيران وفرص فرص فرص كبيرة جداً أي إحسان أكبر من ذلك؟ يعني متى ستقبل؟ يعني إن لم تقبل بهذا الإحسان وفي هذا الإحسان تنتظر يعني أنك لازم تأتي بسلاسل الامتحان ولا تضمن لأن فيه ناس ده من لما تبتل تأتجر ليه عرب؟ شب شب فعني أقبل العز وجل فرصة وإحنا في رمضان يعني إن ويركز في نواياك أنت بالضبط يعني عايز إيه دنيوياً وخلي الدنياوي ده تاج فؤيه نية دينية والله هتنجح وحياتك هتقبل في منتهى الرضا لأن زي ما حازم قال حتى لو ما نلتش اللي أنت بتحلم به بالضبط في الدنيا بس أجرك في الآخر مضمون بإذن الله نيس نيس أنا تبصلت جداً واستفدت جداً الحقيقة